ونبقى طبعا في ملوكي معنا من خارج مقر المؤتمر من هناك من ملوكي من ويسكنسون هذا السيد هيلاريو دالن رئيس الحزب الجمهوري في ملوكي ذاتها أهلا وسهلا بك معنا سيد داليون في سباق القمة ملوكي إذن يعني تتكلم الجمهورية إذا صح التعبير ما هو تأثير نعقاد هذا المؤتمر في ملوكي ما هو الهدف من اختيار هذه المدينة كوني رئيس الحزب الجمهوري في ملوكي يشرفني فعلا أن أستضيف هذا المؤتمر هنا على أرضنا كما يقال رائع أن نرى آلاف المندوبين الممثلين هنا لكل مناطق الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى وسائل الإعلام من أمريكا ومن العالم هذه تجربة فريدة بالفعل لنا والمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يعقد في هذه الولاية المتأرجحة وهي من أهم الولايات وأهم القرارات التي اتخذها الحزب الجمهوري برأيي ويسكونسن هي ولاية متأرجحة والمجيء إلى مدينة زرقاء ديمقراطية منذ سنوات كامل ووكي يساعد الناس مثلي الذين يحاولون زيادة نسبة الناخبين لسيد ترامب وأسيد فانس الذي أصبح الآن المرشح لكي يصلوا ويفوزوا ما هو الذي يمكن أن يغير برأيك رأي الناخبين في مليوكي من التاريخيا يعني دائما على الأقل الفترات الأخيرة كانوا ديمقراطيين أن يساوتوا للجمهوريين لترامب من الأشياء التي يجب أن نقوم بها كجمهوريين هي أن نحرص على التواصل المباشر مع المجتمع المحلي وبناء العلاقات خاصة مع فئات معينة مثل المسلمين المتحدرين من أصول آسيوية أصحاب البشر السوداء وغيرهم لكي نسألهم هل وضعكم اليوم أفضل مما كان عليه منذ أربع سنوات أكثر يدهم تقول لا الجميع يعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة لذلك علينا أن نستمع إليهم وأن نعالج هذه المشاكل إلى أكبر حد ممكن حاليا الحزب الجمهوري مع برنامجه الذي سوف يفصح عنه خلال هذا المؤتمر يعتمد على عدة مواضيع نتحدث عن جعل أمريكا فرية مجددا آمنة مجددا هذه مسائل تهم المواطن الأمريكي وطالما أن الجمهوريين يتحدثون عن هذه المسائل المهمة سيستمرون بالتقدم والحصول على المزيد من الأصوات يجب أن نتذكر أن هذا السباق يحتاج إلى نفس طويل وبالتالي يجب أن نستمر ببناء هذه الوصول إلى هذه الأصوات سيد ديليون طبعا وجود الرئيس السابق ترامب اليوم كمرشح للجمهوريين يعطيه دفعة كبيرة ولكن أيضا قد يعطيه بعض المعارضين أو بعض القلق من بعض المعارضين قد لا تعجبهم طبعا شخصية ترامب تحديدا كشخص ماذا يمكن أن تقول لي هنا عن الناخبين في ملوكي وعلاقتهم بالرئيس ترامب بشخصية الرئيس ترامب ما الذي يفضلونه ما الذي يمكن أن يدفعهم للتصويت له كشخص ولا أتكلم فقط عن البرنامج الجمهوري أو سياسات الجمهورية بالفعل أكثرية الأحيان عندما أتحدث إلى الناس هنا في المجتمع المحلي أقول لهم أن الأهم هي السياسة وليس الشخص أنا دائما أقول أنه يمكن أن نخرج هذا الرجل من نيويورك ولكن لا يمكن أن نخرج نيويورك من هذا الرجل شخصيته نيويوركية إلى حد كبير ولكنه مباشر صريح لا يخاف وانظري إلى ما حصل بعد هذه المحاولة على حياته يوم السبت الحمد لله أنه نجى منها وهذا قواه أكثر كان هناك إصابات بين جمهورنا وهذا لم يجب أن يحصل أبدا لكن في نهاية المطاف عاد ووقف على رجليه وقال قاتلوا وقاتلوا وقاتلوا وهذا يظهر القوة هذه كانت لحظة شبهة بلحظات تادي روزفيلت وهذا مهم جدا بالنسبة إلينا نحن كجمهوريين وديمقراطيين أن نتوحد ونخفف من نبرة الحديث وأظن أن هذا قد حصل بعد يوم السبت وعندما سوف يقوم الرئيس ترامب بخطابه الجديد كما وعدنا يوم الخميس أعتقد أنه سيكون خطابا موحدا إلى حد كبير حيث يمكن للملايين أن يلتفوا من حول هذا الرجل ويقولوا يجب أن نعود إلى المنطق وأن نضع رجلا في البيت الأبيض مستعد لتحمل رصاصة من أجلنا كما فعل ومرة أخرى أقول الحمد لله على سلامته وأنه لن يتوقف من النضال من أجل الشعب الأمريكي بما أنك تتحدث عن هذا الخطر فعلا كان خطر كان خرق أمني مخيف كان يمكن أن يذهب بالبلاد لمكان غير محمود أبدا وهنا الكثير من التساؤلات تخطف في بال المتابعين من بعيد لما يجري في ملوكي ماذا عن الأمن هل يخشى اليوم الجمهوريون والمشاركون في هذا المؤتمر هل كانت لديهم حسابات أكثر للمشاركة كلمني ربما إذا كان لديك معلومات عن التحضيرات اللوجستية عدد الرجال الأمن ربما التمويل وغيرها من هذه اللوجستيات التي فرضت أصلا هي موجودة في مثل هذه المؤتمرات الكبيرة ولكن ربما زادت بعد محاولة الإغتيال الفاشلة أي شخص كان سيأتي إلى هذا المؤتمر الجمهوري قبل عملية إطلاق النار أتى جميعهم أتوا لم يتخلف أحد عن الحضور حتى أن هناك أشخاص لما كانوا يريدون أن يأتوا وأتوا بعد هذه المحاولة وسط مدينة ملواكي اليوم هو أأمن مكان في الولايات المتحدة الأمريكية مهم جدا أن نتذكر الجميع ذلك مستوى الأمن هنا متميز جهاز الخدمة السرية أجهزة إنفاذ القانون من كافة أنحاء البلاد هي هنا للتأكد من أن رواد هذا المؤتمر هم بأمن وسلامة هم يقومون بعمل رائع كلما تستدرينا في المكان ترينا ضابط إنفاذ قانون شرطي أجهزة الأمن موجودة في كل مكان وأعتقد أن ما حصل يوم السبت فعلا عزز المستوى الأمني ولكن كل شيء ممتاز هنا الطاقة رائعة في المكان والجميع ممتن لكل ضابط وعدو في جهاز الأمن لدينا كل شكر لك سيد هيلاريو ديليون رئيس الحزب الجمهوري في مواكي كل شكر لمشاركتك مانا